كيف حالكم أصدقاء سعد الله كل أوقاتكم اليوم راح نحكي تحليل عن الدهب النفط اليورو شو أهم المناطق اللي لازم نتركز عليها للأسبوع القادم إذا أول مرة بتشوفني ومهتم بالفوريكس أتمنى منك تنضم لقناة التليجرام قناة التليجرام خاصة بالفوريكس لاحظ نشرنا فيها التحديث للدهب حكينا عن منطقة الـ 2280 راقب ردة الفعل مننا والحمد لله كان في عنا ارتداد بأكتر من 400 نقطة أيضا النفط حزرنا من الهبوط يلي صار من مناطق تقريبا 83 دولار أيضا اليورو حكينا عن أفضل مناطق الدعم يلي تفاعل مننا السعر بشكل قوي وكان هذا التحديث على قناة التليجرام الخاصة بالفوريكس رابط قناة تليجرام راح تشوفه في الوصف إذا حاببت تحصل على توصيات مجانية في فوريكس أتمنى منك تشترك في منصة إكسنس يلي راح تشوفه في الرابط بأول تعليقه بالوصف وعند التسجيل أسفل بريد الإلكتروني وأسفل كلمة ثر أتمنى منك أنك توضع رمز الشريك عبدو عبدو حتى تستفيد من جميع خدماتنا إن شاء الله الدهب أصدقاء من لاحظ بدأ بتشكيل مسلس على فريم الأربع ساعات نقطة مقاومة متحركة نقطة دعم أيضا متحركة النقطة اللي ارتكز عليها 2208 لحنا بحاجة رد تفعل الأسبوع الماضي كان أسبوع تداول جدا جيد كانت مناطق الدعم مناطق المقاومة جدا واضحة منطقة البيع اللي تشكلت عنا من ال2118 إلى 2228 منطقة البيع هاي في حال اخترقت دهب سبت علىها شمعت ساعة ممكن نحكي إنه هي تحولت لنقطة دعم وممكن نحكي عن استمرار الصعود غير هك أصدقاء مازالت هي نقطة بيع ممكن نبيع الدهب من خلاله أفضل مناطق للشراء من وجهة نظر هي مناطق 2266 إلى 2258 في حال كان اللول الأسبوع الماضي ضمن هالمنطق هاي ممكن ندخل صفقة سكالبينج من هالمناطق 2266 إلى 2258 مع العلم إنه مناطق ال2280 ما زالت عا بتشكلنا نقطة دعم لكن لمسناها مرة لمسناها مرة تانية لمسناها مرة تالتة في حال كسر المسلس للأسفل وعد اختبارها مرة تانية ممكن نذهب بعيدا لمناطق ال2266 بدأ يظهر الضعف على فريم الأربعة ساعات وبدأنا بتشكيل ترند هابط بيفشل الترند هادا إذا أغلقنا على مناطق ال2321 نحكي عن اختراق للترند وممكن نذهب لل2360 و2350 هاي هي أهداف الاختراق للدهب من الأعلى أفضل أماكن للشراء راقب ردة الفعل من مناطق 2266 النفط أصدقاء بعد الهبوط بعد كسر التريند يلي حزرها منه على قناة التليجرام اتشكلت عنا منطقة طلب عند مناطق 77 إلى 75.50 أفضل مناطق ممكن تأخذ فيها صفقات ستكالبينغ في أعادة اختبار مناطق 75.50 أما في حال النفط عند الافتتاح أعاد اختبار مناطق البيع المناطق تقريبا عند مناطق 81 إلى 82 شفنا ردة فعل سلبية كسر كاذب أو شفنا ردة فعل سلبية رفض ممكن تكون هي منطقة بيع والعودة إلى مناطق 75 راقب ردة الفعل أما يهبط النفط عند مناطق الطلب أو يطلع النفط إلى مناطق 81 إلى 82 لحتى نشوف ردة الفعل من هديك المناطق مع العلم بدأ أيضا يضعف عنا الاتجاه على فريم الأربع ساعات أيضا اليورو أصدقاء إذا منلاحظ في عنا تريند هابط على فريم الأربع ساعات لاحظ إحنا أغلقنا أسفل تريند هابط لكن تشكل عنا منطقة عرض عند مناطق الواحد فاصلة 8.5 إلى 1.9 سنت هاي المنطقة في حال اليورو وصل إلى تعتبر منطقة بيعية بيفشل سيناريو البيع من هالمناطق إذا أغلقنا على مناطق الواحد دولار وتسعة سنت وممكن ينفتح عنا أهداف أعلى لكن راح نتعامل مع هالمنطقة لأنها منطقة بيعية في حال اليورو عاد اختبار مناطق الواحد دولار فاصلة 6 سنت للستة ونص ممكن تعتبر مناطق إعادة اختبار مناطق جيدة للدخول لسكالبينج هيك وصلنا نهاية الفيديو أتمنى أن أعجبكم إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله اشتركوا في القناة